وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنيايا لأستقبل أجل الله فلن أختم حياتي بنفاق ولن أبرز عن تريتي باجتراء ولكني أقول كلمة موجتة للأمة كلها حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا آسف أن يقول سلبي أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمرز ماذا قال له أو كالذي حج إبراهيم فيه في ربه وهو كافر قال أن آتاه الله الملك فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحكم لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله فإن كان عادلا فقد نفع بعدله وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبحه في نفوس كل الناس فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما ولذلك أقول لقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلام بما جاء من الأحباس فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الله وكيف كنا نفسر إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا الله يريد أن يثبت قيوميته على خلقه فأنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما أنصحه بأن لا تطلبه بل يجب أن تطلب له فإن رسول الله قال من طلب إلى شيء أعين عليه ومن طلب شيء أن يوكل إليه يا سيادة الرئيس آخر ما أحب أن أقوله لك ولعل هذا يكون آخر لقاء يا نبيك إذا كنت قدرنا فليوفق الله وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمد شكرا لكم شكرا